في بعض بلدان القرن الافريقي يا جماعة بلغ قبل نحو ثمانين سنة عندهم من الترف والنعيم والنعمة والخير والثراء والعطاء والزرع والضرع حتى كان الواحد منهم يذبح الخروف يأخذ الكبد ويرمي الباقي الزبالة ما حالهم الآن في 1327-1909 سنة الجوع هل تعلمون ماذا حصل؟ كان الناس في الجزيرة يتسابقون على الفطيسة ويطاردون الجراد ويخبطون ورق الشجر فيغلونه بالماء ويشربونه ما لهم إلا هذا يطوف الأولاد على البيوت بالليل يطرقون الأبواب لعلهم يأخذون كسرة خبز فلا أحد يفتح لهم فيصبح أصحاب البيوت صباحا يفتحون البيبان يجدون هؤلاء الأطفال موتى على الأبواب المرضعة ترى على الأرض مستلقية ميتة وعلى صدرها طفلها قد مات معها من الجوع والله تقول المرأة لواحد خذوا ولدي أخرجوا يخرج معكم لعله يصيب شيئا نحن نموت من الجوع فما أصابوا شيئا فوجد من نظراتهم أنهم يريدون أكل الولد ما أنقذه الله منهم إلا بكلب عابر لحقوه فأمسكوه وذبحوه سلخوه وأكلوه قالوا ما تركنا عظما ولا كراعا تأتي المرأة إلى قريبها جالس مع الرجال تقول يا فلان تملك علي على سنة الله ورسوله فيسكت قد أهمته نفسه من الجوع فتقول يا أيها الأجواد ما فيكم من أحد يعقد علي أخرجها الجوع فيطرقون برؤوسهم جميعا هذا الكلام يا عباد الله ليس بعيدا جدا يا ترى ماذا يجب علينا للمنعم لا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين